السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبابون في الله اليوم سوف نعيش مع قصة لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث وهي ميمونة بنت الحارث آخر زوجات النبي والتي زوجها ابن عباس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي أخت أم الفضل وأم الفضل دي زوجة ابن عباس وخالة ابن عباس وخالة خالد ابن الوليد رضي الله عنه ولزواجه منها كان له فضل عظيم في إسلام ودخول عدد كبير من بني هلال للإسلام لما تزواجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنجحها خالصة لك من دون المؤمنين في سورة الأحزاب أخ الكريم أخت الكريمة تزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء والكلام ده كان سنة سبعة هجريا صلو بنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانت السيدة ميمونة من سادات النساء وروت العديد والعديد من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشهدت لها عائشة وهي تقول عنها أن ميمونة كانت من أتقان الله وأوصلنا للرحم وكانت تنقل الأحكام الشرعية بدقة بالغة مثل أحاديث يذكر فيها الغسل والوضوء وما يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند النوم وعند الاستيقاظ ودخوله وخروجه وماتت في المكان الذي تزواجها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة 51 هجريا وحينئذ كانت قد بلغت ثمانين عاما وصلى عليها ابن عباس رضي الله عنهما في صرف وصرف ده مكان بين مكة والمدينة أسناء من النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة يأدون عمرة القضاء وهم سافرين من المدينة إلى مكة تزوجها في مكان اسم صرف ودخل بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحبابنا الكرام هذه آخر زوجة تزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان الزواج منها سببا في دخول أكبر عدد من بني هلال للإسلام وكان من صفاتها ميمونة بنت الحارث رد الله عنها أرداء أنها كانت إنسانة طقية إنسانة تصل الرحم وتفعل الخيرات ولما تزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخل بها وثم عاد إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أعد لها حجرة واستقبلها زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالترحاب والبشر وصارت من أمهات المؤمنين ودي كانت آخر زوجة يتزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحبابنا الكرام وزوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتناقلون أحكام شرعية مهمة هذه الأحكام الشرعية المهمة مثل أحكام الغسل والوضوء فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحكينا ويحكوا للمؤمنين والمؤمنات ما كان يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيته وكيف كان هديه وتعامله مع الزوجات وهذه فيها فائدة أحبابنا الكرام أن نتعلم ونمشي على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الزوجات فإذا أردت أخي الكريم أن تسعد ويسعد بيتك فطبق ما كان يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بزوجاته كذلك النساء الله سبحانه وتعالى يعني يبارغ فيهن يتقين الله سبحانه وتعالى ويتبعن ما كانت تتبع أمهات المؤمنين وزوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل معه فنعم الأمهات المؤمنين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وجعلهم قدوة لباقي النساء أن نتعلم منهم يتعلمون منهم الحكمة والعلم وتفقه في الدين وكذلك الاهتمام بالعبادات فمعظم هذه البيوت زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا صوامين قوامين لله سبحانه وتعالى يقومون الليل ويصومون النهار ويزبرنا معه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السراء والدراء هذا أحبابنا الكرام سيرة السيدة ميمونة رضي الله عنها ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وبرك الله سبحانه وتعالى فيكم في استماعكم لهذه القصة أحبابنا الكرام لا تنسوا الاشتراك في القناة وكثابة التعليقات نسعد بهذه التعليقات وبتفاعلكم معنا في هذه الموضوعات الله مصدر وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا زنوبنا وإسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرت حسنة وكن عذاب النار اللهم يا رب تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وتقبل منا كراءة القرآن اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اسكنا من يدي الشريفة شربة هنيئة لا نزمع بعضها أبدا اللهم شفع فينا الكرآن اللهم شفع فينا الكرآن اللهم شفع فينا الصيام اللهم احشرنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اتخلنا مع الأبرار رب اغفر لي والوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب وطوب علينا يا كريم اللهم عفنا في أبداننا وعفنا في أجسامنا اللهم أني نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم انصر عبادك المسلمين في كل بقاع الأرض اللهم انصر عبادك المسلمين في كل بقاع الأرض يا أرحم الراحمين انصر المستضعفين من المسلمين اللهم أرحم الراحمين أعز الإسلام وأهله اللهم عز الإسلام وأهله اللهم أرحم الراحمين أجمعنا مع المؤمنين والصالحين وحشرنا معهم يا أرحم الراحمين اللهم اتخلنا جنات النعيم اللهم اتخلنا جنات النعيم اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين اللهم نسألك حسن الخاتمة نسألك حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم صب علينا الخير صب اللهم صب علينا الخير صب ولا تجعل معيشتنا كده اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء وسائر الأسقام يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا أبناتنا اللهم اصلح لنا أولادنا اصلح لنا زوجاتنا يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين كلوب المسلمين اللهم ألف بين كلوب المسلمين اللهم انشق بين المسلمين الألفة والمحبة اللهم انشق بين المسلمين الألفة والمحبة أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سعدنا بكم أحبابين الكرام تبتم وطابت أوقاتكم وذكرتكم الملائكة عند الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله كل خير وشكرا على حسن الاستماع برك الله فيكم وأحسن الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته